موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات نصف مضاء موسيقى يا جماعة ترى الصهاينة يعني كيوت ترى واسرائيل دولة مسالمة ما تعتدي على أحد وترى هم خايفين من المحيط العربي ترى ناس مسالمين وحبابين وما عدتهم أذية على كل أحد يردون يعيشون بسلام وها هي بس العرب والمسلمين هم اللي يعتدون على إسرائيل وهم اللي يهددون وجودها وهم اللي دائما يفكرون بمحوها عن الخارطة هذا الخطاب مو جديد خطاب قديم انه ترى إسرائيل هي تتحاشى الحروب ترى هي اللي تتكفى شر العرب والمسلمين هذا الخطاب قديم تبنى حتى بعض القادة العرب وما أردى قولهم تعرفوهم بس هذا الخطاب ابتداء من طوفان الأقصى إلى اللحظة الراهنة بدت تتبنى جهات إعلامية ومنظمات وذباب ألكتروني ومنصات ووسائل إعلام ومراكز بحثية وقنوات فضائية معروفة إذا هذا الكلام صحيح التاريخ ما يكذب التاريخ إلى عينه وإلى أذان ويسجل ويسجل نرجع بالتاريخ حتى نشوف هاي الدولة الكيوت حتى نشوف هذا الشعب المسالم حتى نشوف ذول الناس اللي يسمون نفسهم واحدة الديمقراطية في وسط عالم محيط مستبد أو استبدادي أو ثيوقراطي شي يردون يسمونه قل يسمونه نبدي من لحظة إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948 هجروا العرب من أراضيهم والعرب أصحاب أراضي وأصحاب حق أصحاب الأرض هو الشعب الموجود على تلك الأرض المسمات فلسطين جدت العصابات الصهيونية وابن أقول لك عصابات يعني مو عصابات كلام يعني كناية كلام حقيقي عصابات باسم اشتيرن ورجعوا رجعوا للقوغل شنو شتيرن الهاقانة رجعوا حتى الوكيبيديا المنحازة تسميهم بأساميهم وتصفهم بالعصابات هجروا العرب وينهجرهم للبلدان المحيطة الأردن ولبنان وقسم منهم إلى سوريا وقسم منهم مصر حتى إلى العراق سنة الستة وخمسين في مصر نصالفك سالفة عرب الثورة المصرية قامت سنة الاثنين وخمسين وغيرت النظام الملكي العميل إلى نظام جمهوري بالاثنين وخمسين بدهت الدولة الحديثة جمهورية مصر العربية لا تتسوي مشاريع واحد من المشاريع سد بهشي سد سد على نهر النيل للاستفادة من مياه الفيضانات اللي كانت تدمر للأراضي الزراعية سد ما لا تتسوي أي شي سد فلوس ما عدهم المصريين ما عدهم فلوس لأن سد ضخم السد العالي في جنوب مصر طلبوا قروض من الدول من المؤسسات الدول المانحة وبالذلك طلبوا من أمريكا أمريكا نفسها النظام المصري الناشئ الجديد اللي تولى بعد ما نحي نجيب عن السلطة الصدر عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت طلبوا قروض من أمريكا يابا سد نريد نبنوا ما عدنا فلوس ما نطوهم شون يبنون سد هو سد أنا شباني مفاعل ذري مفاعل نمو شباني أنا سد حال أي حال حاية سدود فكروا هم محتاجين إلى تمويل لتمويل بناء هذا الست قال لهم ترى قناة السويس هي قناة مصرية تحت السيادة المصرية نقدر نحصل من وراها جزء مهم من التمويل لتمويل بناء هذا الست لأن تمر بها السفن وتاخذ عليها يعني نوع من الضريبة أن تمر بالأراضي المصرية بالأجواء المصرية بالمياه المصرية لازم تدفع فلوس شاءت فلوسي تروح البريطانية يا بنتونا حصة أو حصة عادلة علاقة من الواردات القناة ما ننطيك عمي داينونا نبن السيت ما ننطيك اضطر جمال عبد الناصر أن يعلن تأميم قناة السويس سنة ستة وخمسين في خطابه الشهير قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة سويس العين العديث ذو شجون ها اسرائيل بهاي الفترة عمرها من 48 إلى 56 شجلت شنة اسرائيل عدوان جوي وأرضي وبحري على مصر شلون يتأممون قناة السويس وتمولون بناء سد انضمت للعدوان الثلاثي صار اسمه بالتاريخ فرنسا وبريطانيا هاي الدولة الكيوت اللي مصر بعته استوهدت قول بسم الله استوهد ثورة ناشئة استوهد دولة توقف على رجليها شنت عليها اسرائيل هاي الدولة المسالمة الدولة اللطيفة عدوان دمروا بي وخصوصا محافظة بورسعيد هاي بالستة وخمسين هاي الدولة المسالمة اسرائيل اللي ما تتحرش ابو واحد إلا أن يتحرش بيها وتضطر للدفاع عن نفسها شاشة صهوية هذا العدوان الأول طبعا انتهى العدوان بانكسار الدول المغيرة على مصر وثورة مصر وعلى عبد الناصر العدوان الآخر عدوان سبعة وستين سبعة وستين كان الخطاب القومي في أوجهه ومساندة حق الشعب الفلسطيني بالعودة وتحرير أراضيه والعودة إلى أراضيه التي طولد منها كلام يعني شا تريد تسوي يعني انت وإذا يوم خمسة حزيران تغيير الطائرات الصهيونية على مصر وعلى سوريا وبعدوان واسع شمل الأرض والبحر والجو طبعا إسرائيل ما مضطر أمام العالم ولا أمام الإسرائيليين ولا أمام أي أحد تبرير أي عدوان من عدواناتها أكو هناك من يبرر أكو هناك من يشرح وجهة النظر الصهيوني ويبررها وكثير منهم عرب المهم احتلت إسرائيل في حرب السبعة وستين الضفة والقطاع والجولان والقدس الشريف هاي الدولة المسالمة وطبعا احتلت سيناء وجزء أجزاء أخرى من جمهورية مصر العربية أخوه الحد الآن لا موجود شيء اسمه حماس لا موجود شيء اسمه منظمة التحريف الفلسطينية لا بالستة وخمسين ولا بالسبعة وستين ولا موجود شيء اسمه حزب الله ولا المقاومة الإسلامية ولا السيد الشهي السيد العرب حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه هاي باحته ماكو حتى واحد يجي يقول لك مو أنتم تحتدون عليهم لو ما حزب الله ما يصير اللي صار ولو ما حماس ما يصير اللي صار هاي باحته كل شيء ماكو سنة الف وتسعمية وثمانية وسبعين سنة ثمانية وسبعين قامت إسرائيل باجتياح الجنوب اللبناني يا لبنان يا مصيبة لبنان سنة ثمانية وسبعين واحتلت الجنوب اللبناني بالكامل يا با شنو السبب دالوا والله اللي هنانا اللاجئين الفلسطينيين دي يسوون قارش وارش وده يقومون بعمليات ضد المستوطنات وإحنا ما نرتاح إلا أن نتفهم إلى ما خلف نهر اللي طاني بلبنان إسرائيل ما تخفي أطمعها بجنوب لبنان لعدة أسباب واحد من أهم الأسباب هو نهر اللي طاني إسرائيل بحاجة إلى المياه يجيك واحد هسا من العرب أو حتى والله من العراقين أنا داس ما أحد شي يعني ما دا أقول لك أنا قلبه محروك على هاي القضية لا عد شلون بله يكتلهم العطش أدري يكتل العطش هو محتل هسا نو بير يتعب هسا بررتول احتلاله لفلسطين نو بتبرروا وتردون احتلاله إلى قضية أن يوصل إلى الجنوب اللبنان ونهر اللي طاني حتى يستولى على النهر اللي طاني ويحول مياه لتغذية المستعمرات الصهيونية تجي طبعاً انسحبت بعدين ورد ثلاثة شهر أربعة شهر عملية اللي طاني سنة ١٩٨٨ السحبت نجي للاشتياح الأكبر وهو أول احتلال صهيوني لواحدة من أهم العواصف العربية وهي بيروت سنة ١٩٨٢ ولا أكو حماس ولا أكو حزب الله ولا أكو هنية ولا أكو سنوار ولا أكو سيد حسن نصر الله ولا أكو عباس الموسوي ولا أكو دخل الجيش الصهيوني بمعاونة وإسناد البحرية الماريز الأمريكي اللي غطت البوارج وحاملات الطائرات البحر الأبيض المتوسط بالـ ١٨٢ ودخلت قطعات الجيش الصهيوني ووصلت إلى بيروت بالـ ١٨٢ هاي همصوك حزب الله همصوك حماس همذنب سيد حسن نصر الله الله يرحمه السبب المعلن وهي ما تحتاج مثل ما قلنا إلى تبرير أو إلى سبب طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان طبعا دمرت بيروت تدمير تام شامل أكبر من هذا التدمير اللي يددت شوفونه بهاي الأيام بالقصف الصهيوني المركز على بيروت وعلى ضاحيتها وحارة حريك وهذه المناطق اللي تحوي البيئة والحاضنة الشعبية للمقاومة الإسلامية في لبنان أكبر حتى شاركت به أمريكا فعليا بالطائرات والصواريخ وفعليا وإن لم تعلن ذلك وهي مو بحاجة للإحناال إلى ذلك دمرت بيروت لا طرق لا مواصلات لا طاقة لا جسور لا لا بنايات لا أحياء لا فتماما انسحبت منظمة التحرير الفلسطيني وركم يوم ارتكبت العصابات الصهيونية مع حلفائها حزب الكتائب اللبناني والقوات اللبنانية أكبر مذبحة بحق الشيعة كالأقولها بالاسم وما تبقى من الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين في مذبحة صبر واشاتلة اللي راح بها آلاف المواطنين قلال ساعات والعالم ساكت والعرب كما العادة ساكتين نستنكر نشجب ندين أخوها ساحتة نسترك وندين ونجب ماكو الغاية منها مثل ما هستدي صرح النتن ياهو تغيير خارطة الشرق الأوسط يعني شنو تغيير خارطة الشرق الأوسط يعني الاتيان بأنظمة حكم موالية تماما مستسلمة وتقسيم المقسم تقسيم لبنان على أساس كانتونات هاي دولة للمسيح وهاي دولة للموارنة وهاي دولة للدروز وهاي دولة للمسلمين والسنة وهاي دولة للشيعة وما ينطون دولة للشيعة دين هم يقول لك بعديا ما دلعش وارجع اقول لا اكو حماس بهذا الوقت ولا اكو شي اسم حزب الله ولا اكو شي اسم سيد حسن نصره ماكو احتلت بيروت ودمرتها ودمرت مناطق في طريقة الى وصول الى بيروتها المناطق اللي وسطها من جنوب لبنان كلها تدمر التدمير كامل وانسحبت وبقت بالجنوب لبنان الى عام 2018 سنة هي محتلة جنوب اللبناني بالكامل الى عام 2000 ما احجى عن حرب الالفين ولا عن الالفين وستة ولا عن الحرب الحالية لكن اريد اقول لبعض الاصوات النشاز تماما تماما انه اسرائيل ما تحتدى الا اللي على اللي يتحرش بيها او اللي يهدد امنها وهو يتناسه ويضم راسه انه هي دولة احتلال كيان مصطنع يعني انا محتل شلون بالله يعني اباوة عليه حارمني من حق العيش حارمني من ابسط الحقوق يعني ما اقاومه ونجي الى موضوع المقاومة ذول اللي يقولون شبعنا حروب ونؤمن بالسلام والتعايش السلمي واجهوا اياك ومنهم كتاب وحاسبين نفسهم على المثقفين وحاسبين نفسهم على المنظرين وعلى المفكرين الموساد الصهيوني اغتال المثقفين العرب والمسلمين ليس فقط الفلسطينيين رسان كنفاني كاتب وصحفي فلسطيني اغتيل في بيروت كاتب سلاح القلم لم يرفع بندقية نهائية فجروه بسيارته كانت وياه بنت اخته ناجل علي رسام كاريكاتير ومقيم في لندن يعني بعيد تماما عن الاراضي المحتلة وعن الدول المجاورة للفلسطين المحتلة اغتال الموساد وفبركوا قضية انه الفلسطينيين هم اغتالوا وفبركوا مراسلة او مكالمة بينه وبين محمود درويش انه محمود درويش هدد ناجل علي بالقتل او التصفية شوف الخبس الصيحيوني وين يوصل وقائمة خلي اعددلك تحمني تحمني المشاهد الكريم تحمني قبل ما اروح على قائمة المثقفين نتذكر قصف المفاعل النووي العراقي سنة 1980 مفاعل ذري لاغراض مفاعل صغير هم هو ملت الخيلة مفاعل جاب العراق من فرنسا وفرنسا ما تطيق مفاعل بعدين يتحول ممكن الى سلاح ذري مستحيل الغربي يزود كيف يجي قضية مستحيل بس ضربها الكيان الصهيوني مفاعل تموز وانهى المشروع النووي العراقي فين؟ في المهد هاي الدولة المسالمة اغتال عدد من العلماء والمثقفين والمفكرين العرب ونذكر منهم المهد بن بركة المفكر المغربي المهد بن بركة اتعاونت الموساد مع المخابرات الفرنسية واجهزة مخابرات اخرى لكن اللي نفذت الاغتيال في باريس واغتالت المهد بن بركة المناظل والمثقف الكبير المغربي في باريس المفكر العراقي الاستاذ في الجامعة الامريكية بيروت المفكر والحقوقي القانوني الكبير باسل الكوبيسي اختاله في السبعينيات هذا واحد من الاسماء يحيى المشد عالم نووي مصري 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 اللي طبعته ويا الكيان الصهيوني عالم نووي مو هنية ولا حسن نصر الله ولا اي مقاوم عالم نووي اجيلك بعد قبل العرب وقبل المسلمين وقبل هذا التاريخ الموساد اغتال فنان مسرحي ومؤلف موسيقي تشيلي من دولة تشيلي فيكتور قارا لان غنى الفلسطين وقال من حق الفلسطينيين ان يعيشوا سواسية مع الاسرائيليين ها يعني هو الرجال ما كان يقول مثلا طرد الاحتلال مع الاسرائيليين حياة تليق بهم كبشر اغتالوا اغتالت الموساد الكيوت الشعب المسالم الجهاز المسالم هذا عالم لبناني اسمه حسن كامل الصباح هذا عالم في مجال الطاقة اكتشف اشياء ممكن ان تتولد منها الطاقة النظيفة الطاقة الكهربائية اغتال الموساد لان ممكن هذا يفيد يفيد لبنان ممكن ان يصبح لبنان بشكل اخر وهو عالم ما لعلاقة تماما بالسياسة بعيد كل البعد ملتهب مختبرة وهذا شوقت اغتالوا هذا الشعب المسالم الكيوت انتبه للتاريخ 1935 العالم المصري اسماعيل ادهم 1940 العالم المصري مصطفى مشرفة 1951 العالم الفيزاعية المصرية الشهيرة سميرة موسى اغتالها الموساد بامريكا سنة 1951 ارجوكم انتبهوا للتواريخ ماكو حماس ماكو هنية ماكو سنوار ماكو حزب الله ماكو حسن نصر الله هاي ما موجودة العالم هاي انتبهوا للتواريخ الباحثة المصرية سلوة حبيب باحثة مؤرخة اغتيلت ايضا من الباحثين اللي حاولوا اغتيلهم وما قدروا للدكتور المرحوم عبدالوهاب المسيري اللي يألف حول الصهيونية موسوعة كاملة رجل باحث مؤرخ بس بحث بالحركة الصيونية بداياتها تاريخها علاقاتها توجهاتها الفكرية توجهاتها الاجتماعية مشاريحها المستقبلية مشاريحها القديمة اساليب عملها اكثر من مرة حاولوا يوصلوا للعبدالوهاب المسيري لكن اداية الله تعالى حمد اسماء طويلة طويلة جدا قائمة كلش طويلة شملت العرب من المحيط الى الخليج وعبرت حتى الى الدول الاسلامية وغير الاسلامية المتعاطفين وغير المتعاطفين مع القضية الفلسطينية ومع قضية العرب هذا الكيان الصحيوني هاي دويلة الاحتلال الصحيوني هذا الكيوت هذا الكيان المسالم وهذا غيظ من فيض القنوات والجهات والمنصات والمؤسسات الاعلامية التي تبرر للكيان والمحسوبون على المثقفين وعلى المفكرين العرب والمسلمين أنتم أدات من أدوات الصهاينة شئتم أم أبيتم كنتم تعلمون أم لا تعلمون أنتم أدوات وأدوات خبيثة مهمتها الإحباط والتضليل والتدليس أنتم والصهاينة سواسية وعقابكم للتأريخ ألتقيكم في الحلقة القادمة فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة